يحرص الناس في هذه الحياة على اختيار بيت جميل مريح يسكن فيه جسده وتنعم فيه روحه مع من يحب وربما أنفق الإنسان في سبيل ذلك العمر الكثير والمال الوفير ليحصل على مسكن في مكان هادئ لكن من منا يحرص على أن يتجهز لمسكنه الذي سيعيش فيه أبدا؟ إن كل واحد منا له بيتان أعدهم الله له بيت في الجنة وبيت في النار فالعبد الصالح بعدما يسأل في قبره من ربك ومن نبيك وما دينك فيثبته الله ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا يأخذه ملك إلى بيت في النار مليء بألوان العذاب والهوان ثم يقول له هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة وأما العبد الفاجر فيسأل فلا يدري ما يقول فينطلق به ملك فيريه منزله في الجنة ثم يقال له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار فيا ترى أي البيتين سنسكن؟ ترجمة نانسي قنقر